بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن بحث علم جديد بيتناول مشكلة الارتفيشيال سويتنرز اللي هم المحليات الصناعية كلنا الصبح نيجي نشرب كوباية قهوة وبتيجي في أثناء اليوم بعد الغداء كمان ممكن تقولك أشرب لك حاجة سقعة كنزاية يعني أكولة أو أي حاجة زي كده وبتشرب حاجات كتير شاي قهوة طول النهار فما بيتحط عليهم السكر العادي بتلاقي نفسك بتتناول كمية كبيرة جدا من السكر في اليوم فالوزن بيزيد أو اللي عنده مرض السكر بيبقى فيه مشكلة بالنسبة لهم من كمية السكر اللي بياخدوه فالناس اللي بتحافظ على صحتها أو عاوزة تحافظ على مستوى السكر بتقول أنا هستخدم سكر الصناعي أو بديل السكر بدايل السكر وأن دي حاجة أأمل وحاجة مفيدة للصحة وكلام فالسؤال بقى هل فعلا الحاجات دي مفيدة للصحة وليس لها أضرار ده السؤال اللي البحث بتاعنا وبحث مرجعي مهم جدا بيتكلم عنه واللي مقلم في البحث ده جماعة من تركيا فرانسيسكا أوكورو وفيكتور ماركوس ودول في كلية الطب جامعة الشرق الأدنى في نيكوسيا في مارسين في تركيا ده الناس اللي هم أقلفوا بالبحث ده وكان السؤال بتاع البحث هل بدايل السكر مفيدة وآمنة للاستعخدام الطويل وبكل بأي كمية ولا لسه في بعض المحاذير اللي احنا لازم ناخدها قبل ما نستعمل الحكاية قبل ما نستعمل بدايل السكر الأول اللي هنتكلم عن إيه هي بدايل السكر وزي تعرفها وموجودة في إيه وإيه في أدرار اللي ممكن أنا أشوفها إيه هي بقى المحليات الصناعية دي ده عندنا أول حاجة وأكتر حاجة شقيعة حاجة اسمها الأسبرتام الأسبرتام وده موجود في المياه الغازية كتير وكان بيوجد فيه الكياس والسكر اللي بيتحطن الناس بيتحطه على الشاي والحبوب بتلاقي عيل بيتحط حبقة تحليلك الشاي أو القهوة بدل السكر العادي وحاليا بدأ يعني ان يتقال عليه انه عنده مشاكل كتيرة فبدأ يقلقى وحتى السكر الي يقول لك ده خالي من الأسبرتام خالي من الأسبرتام فيه إيه فيه حاجة تانية اسمها سوكرا לוز سوكرا لوز ده بديل السكر العادي احنا السكر العادي اسمه ساكروز ده اسمه ساكرا لوز جاب السكر العادي وعمل له معالجة معينة تبغير كيميائي معين بحيث ان مدى الحلاوة بتاعته زادت 7000 مرة وبيستخدم في كل حاجة ده بوقتي كل حاجة الناس بتطبخ بيه وبتحطه على الشاي والقهو والسكر كل الحاجات اللي بتشوفها في السوبر ماركت دي مكتوب عليها بديل السكر وخالم الأسبارتام بتبقى غالبا بتبقى سكرالوز مادة اسمها السكرالوز بدل سكر حط لألف وزين فيه بقى مادة اسمها سكرين ودي قل استخدامها برضو لان لها مشاكل او ثابت لها مشاكل وفيه الاستيفيا الطبيعي ده مادة مستخلصة من نمات ودي اغلاهم سعرها لانها مادة طبيعية والمصدر بتاعها طبيعي وكميتها طبعا عشان تاخد منها كمية لازم بسعر اعلى الحاجات دي مزيتها انها بتديك حلاوة زي السكر واعلى من السكر مئات المرات ولكن لا تعطيك سعرات حرارية فتاكل وانت ايه يعني من غير ما تزيد في الوزن بتاكل تحس بالطعم الحلو بدلا ما حصل لك يعني المتعود على الطعم الحل بيفق يعني بيستفيد بيها بالطعم ده من غير ما ان هو يكسب وزن فمفيدة للجماعة اللي هم عاوزين يخسوا او يحافظوا على وزنهم مفيدة لمرض السكر من النوع الاول والنوع التاني فطبعا بتبقى كخيار مغري جدا لان انت هتاخد الحلاوة وكل حاجة تبقى حلوة طعمها حلو من غير هتاخد الحلوة تسيب الوحش هيئة الغذاء والدواء الامريكية ودي اكتر هيئة بترأيب على الحاجات دي الاغذية والادوية موافقة عليهم يعني هو كله متوافقة عليه من الحاجات دي لان لم يثبت لها انها لها اعراض او اضرار واضحة فبيقولوا عليها انها يعني هي يعني تعتبر عموما اامنة مفيش فيها اي مشاكل والناس ماشي عليها وبتاخد وبتتبعها بلا حدود فهل بقى هل فيه الاستخدام الدائم لها له مشاكل وخصوصا مع مرض السكر من النوع التاني ده اللي احنا هنشوفه النهاردة فاول تأثير لقوه على اول تأثير للمحاليات الصنعية دي لقوه بيأثر او بتأثر على حاجة اسمها مايكرو بيوم الامعاد مايكرو بيوم كل ما يمكن ما حدر سمعنا مايكرو بيوم الامعاد احنا عندنا يا جماعة كمية ميكروبات نافعة عايشة في القناة الهضمية بتاعتنا عددها اكتر من عدد خلايا الانساء اكتر من عدد البشرية اللي على الكرة الارضية ودي ربنا جعلها انافعة للانسان هي معظم الفيتامينات اللي انت بتاخدها او بتستفيدها بتيجي منها هي مواد بتفيد في النمو الانسان وفي الموخ والتركيز واوة حاجات كتيرة جدا يعني من غيرها الانسان ممكن يشيخ بسرعة فلو ان المواد البداية بالسكر دي بتأثر على تركيبة الميكرو بيوم بتغير في تركيبة الميكرو بيوم بطريقة يعني بتأثر على تركيب الميكرو بيوم يعني التنوع البكتيري اللي عندك ده بحيث انها بتخلي البكتيريا دي تزييد من اضرارها بتطلح مواد يعني التهابئية بنسبة طبعا قليلة بتطلح بعض السموم بتخلي البكتيريا تطلح بعض السموم بتفقد الجسم حساسيته للانسولين يعني ايه يعني بتزود خطورة الاصابة بمرض السكر يعني هو الانسان بياخد الحاجات دي علشان ما ياخدش سكرات كتيرة ويسمن ويدخن ويجيله مرض السكر تقوم هي تطلح مواد تزود خطر الاصابة بمرض السكر ده الابحاث بتقول عليه او على الاقل لمعظم الابحاث بتقول عليه بتقول ان انت مش بتحمي نفسك من السمنة والسكر ولا حاجة ده بتزود خطر الاصابة بمرض السكر ودي نتيجة مفاجأة جدا جدا يعني ازاي الكلام ده طيب يقول لك حاجة كمان بتعملها المحاليات الصناعية دي بتقول لك انها بتحفز الحلاوة بتاعت الطعم الحلوة لما تيجي تاكل كده وتلاقي حاجة حلوة جدا جات فبقك تمامه والفم مبسوط اقوي 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 بيها الحلاوة دي بتدي اشارة كاذبة للامعاء وللبنكرياس اننا في كمية سكر كتيرة كالتان واستعد يا بنكرياس طلع انسولين اشتغل يا بنكرياس اشتغل طلع فتبص تلاقي بنكرياس عمال شغال يعني بيطلع انسولين بكمية كبيرة وده مع الوقت بيجهد البنكرياس وبالتالي يدخل المريض فيه ان هو يوصل لبنكرياس مجهد يعني بيفقد تدريج القدرة على انتاج الانسولين يقوم يجيله السكر حاجة يعني غير متوقعة خالص حاجة عكس الانسان بياخد الحاجات دي على شانه طيب يمسكهم بقى يعني فيه تفاصيل طبعا في البحث سبقى هسيبها للي هحط البحث واسيبه للناس المتخصين اللي هو الاسبرتان بيأثر على نوع ايه من البكتيريا النفعة نوع والسوكرالوز بيأثر على النوع ايه كلها اسامي بكتيريا والسكرين بيأثر على نوع كل واحد مسكلك نوع معين كده من البكتيريا اللي هو عمال ايه يقوله بوز الدني يبقى دلنا الانسان ده بس طبعا الحاجات دي تأثيراتها بطيئة وقليلة وعلى مدى بعيد يعني سنين وسنين على بال ما يقدر الانسان يحكم على التأثير بتاعها فالتأثيرات دي طويلة المدى اللي هي تأثيرات عن قلب تأثيرات على مرض السكر والانسان على الاقل لازم يعتدل في استخدامه وهتعود على الطعم او على طعم الحاجة من غير سكر انت عاوز تقال السعرات ايه بقى دي عن السكر مش تبستبدل السكر بحاجات تانية طب بقى طب بقى انا ما بطيقش مش طيب اعمل ايه قالك بقى تيجي للحاجات الطبيعية ايه هي بقى الحل اللي بيقول عليه البحث ده بيقول انت لازم تلجأ للحاجات الطبيعية طب ايه هي الحاجات الطبيعية عشان اعرفها واخدها من السيدلية او من السوبر ماركت او الكلام ده قالك في اول واحد سكر ستيفيا ده بديل طبيعي بس سعره غالي جدا فيه كمان سكريات بيسمونها سكريات الكحولية عديدة الكحول البولي اولز زي ايه هتلاقي اسم المكتوبة على العلبة مثلا سوربيتول سوربيتول ده طعمه احلى من السكر وفي نفس الوقت طبيعي هتلاقي حاجة اسمها ايريس ريتول برضو نوع من الحاجات السكريات الكحولية اللي طعمها احلى من السكر وليست سكر صناعي حتى الان لم يسبت لها اي اضرار او مشاكل ولكن الحاجات دي مش متوفقة اللي مكتسح في الاسواق هو السكرولوز والاسمرتام والسكرين والحاجات دي ولان طبعا كل معتقد انها امنة جدا فاحنا بالنادي او بنقول يا جماعة الحاجات دي ثبت علميا او الحد جبير يعني انها ليست امنة ونلجأ للحاجات الطبيعية السوربيتول كنا عملنا حلقة قبل كده عن حاجة اسمها الفروكتوز اللي هو سكر الفكهة وده يا جماعة ليس بديل جيد ليس بديل هو صحيح مادة طبيعية ولكن الجسم لا يستطيع تحمل كميات كبيرة منها بعده عن فروكتوز او سكر الفكهة هو حلوته احسن من حلوت السكر عادي مرتين ولكن بيتخزن في الكبد ويعمل كبد دهني ويعمل لنا مشاكل هو حتى الان اللي بتنصح به البحث ده بيقولك السوربيتول والريسريتول اللي هي السكرية تنتهي بواو لام تعرفين السكر اللي اسم العلمي له بينتين بقوز يعني نصول سكروز كلوكوز ده السكرات دي اللي هي الطبيعية فيه بقى السكرات الكهلية دي سوربيتول أول تنتهي بواو لام حتى يعني يكنه درس بقى في الكيمياء فدول الطبيعيين لحد كبير وليسوا فيهم الاضرار حتى الان لا إلا بقى لو ظهر بحث علمي بعد كده لهم حيبان حساعتها حنقدر نتكلم فيه فانا بنوعي الناس بالموضوع ده وبنحذرهم بانه وبنحذر نفسنا لان انا واحد من ضمن الناس اللي كانت بتستخدم هذه المحليات ببعد عن الاسمر طبعا بس كده استخدم سوكرولوز وعندي كمية تبيرة منه هشوف بقى الريسريتول ده فين والسوربيتول ونحاول انها ده نستخدم او نستغني عنها خالص عاوزك تقول لي في التعليقات بتاعتك انت بتستخدم منوع سكر ايه ويعني ايه اللي تقدر تعمله هل مثلا انت بتستخدمه للسمنة ولا بتستخدمه للسكر وهل متوفر عندك البدايل دي عشان التعليقات ده جماعة بتفيد يعني الى حد كبير جدا مش بس اللي هو انا عشان اراها بتفيد كمان المرضى الاخرين او الناس اللي بتسمع الفيديو بيحب تغير التعليقات وتستفيد منها ساعات بتكون فيها معلومة ساعات واحد بيكتل التعليق ويكون عنده معلومة اهم واحسن من الكلام اللي احنا بنقوله في الفيديو ده اللي عندنا بالنسبة للمحليات الصناعية وإلى اللقاء في حلقة خادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته